إذا مشاهدين ما زالت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر تلقي بظلالها على التجارة البحرية العالمية خاصة مع اضطرار بعض السفن لتغيير مسارها إلى طريق أطول بكثير بين الشرق والغرب عبر الطرف الجنوبي لأفريقيا مجموعة ميرسك للشحن البحري صرحت اليوم بأن الوضع في البحر الأحمر يواصل تدهوره ويتسبب في الطرابات في قطاع النقل البحري الشركة أوضحت بأن أزمة حركة الشحن أو شحن الحاويات قد تؤدي إلى خفض قدرة القطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يصل إلى 20% خلال الربع الثاني من العام 2024 في المقابل أوضح صندوق النقد الدولي أن هجمات البحر الأحمر تسببت في انخفاض حركة الشحن بنسبة 30% خلال يناير الماضي ميرسك التي تمثل مقياسا لحركة التجارة العالمية توقعت أن تستمر أزمة الشحن الناجمة عن الهجمات حتى نهاية العام على الأقل وكانت الشركة قد حولت منذ ديسمبر الماضي مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا لتجنب الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب فترات الإبحار الأطول موضحة في بيان لها أن منطقة الخطر قد اتسعت والهجمات وصلت إلى مناطق أبعد في البحر لكن الهجمات لم تتسبب فقط في تغيير مسار الرحلات وتداعيات ذلك من زيادة الوقت والتكاليف بل تسببت الأزمة في اختناقات أسمتها تراكم السفن بسبب وصول أعداد كبيرة من السفن إلى الميناء في الوقت نفسه إضافة إلى نقص المعدات ورفع الطلب على الشحن الجوي بنسبة 91% خلال أسبوع واحد فيما تحاول ميرسك تعزيز طاقتها الاستيعابية قدر المستطاع باستئجار أكثر من 125 ألف حاوية إضافية حتى الآن